وتمويل التنمية في العديد من الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة الحضور الكريم في ظل هذا الظرف الدقيق تتجسد أهمية القمة العالمية للحكومات والتي تنعقد هذا العام تحت شعار استشراف حكومات المستقبل بهدف التحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه حكومات اليوم والتفكير الملهم في آليات مواجهة تلك التحديات ومن ثم التحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل فحكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والتهديدات القائمة للأدوار التقليدية للحكومات وعلى رأسها الإنعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة والمركبة والتي أدت إلى موجات تضخم تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة وتراجع ملموس لوطيرة نمو الاقتصاد العالمي والتي من المتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل أدنى من مستواتها التاريخية المسجلة خلال الفترة ما بين 2000 و2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة كذلك إلى تجديد السياسات المالية فيما ينتج عن تصاعد التوترات الجيوسياسية تراجع مستويات التعاون الدولي وانحصار موجات العالمة في العديد من المجالات وتشتيت وتجزء الاقتصاد العالمي قدرت كلفتها بما قد يصل إلى 7% من الناتج الإجمالي العالمي ولقد كان لكل تلك التطورات تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة والتي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل وضغوطات على عملاتها المحلية وتراجع عائدتها من النقد الأجنبي كما أثرت على قدرة تلك البلدان في تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف والتي قدرت بنحو 4 تريليونات دولار من بينها تريليون دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة بحسب تقديرات الأمم المتحدة علاوة على التهديدات القائمة نتيجة التحولات التي ستشهدها أسواق العمل في هذه البلدان جراء تصارع وتيرة نمو تقنيات الثورات الصناعية حيث يتوقع أن تتأثر ما بين 25 إلى 40% من الوظائف بانتشار تطبيقات الزكاء الصناعي الحضور الكريم في ظل هذه التحديات غير المسبوقة حرصت الدولة المصرية وبدعم من قيادتها السياسية الرشيدة على تبني مختلف السياسات اللازمة لمواجهة التحديات السابق الإشارة إليها كما واصلت مسيرتها نحو تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة لنمو التشغيل وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص تلك الجهود التي توجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة التي شهدها الاقتصاد العالمي وأسهم في مجمله في تعزيز مستويات أداء الاقتصاد المصري والذي أظهر خلال السنوات الأربع الماضية قدرة كبيرة في مواجهة تلك الأزمات ليصنف من بين عدد قليل من الدول التي شهدت زيادة ملموسة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي وسط هذه الأجواء وسجل معدلات نمو بلغت في المتوسط أربعة وثلاثة من عشرة في المائة خلال الفترة ما بين عشرين عشرين إلى عشرين ثلاثة وعشرين ولم تخفل الدولة المصرية في سياق مسيرتها نحو التعزيز المتواصل لمعدلات الأداء الاقتصادي السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة عشرين ثلاثين وهو معكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر عشرين ثلاثين وجهود الدولة المصرية في هذا المجال من خلال إطلاق العديد من المبادرات التنموية التي تأتي على رأسها مبادرة حياة كريمة مجتمعات قروية مستدامة والتي تمثل أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة على منصتها الدولية من بين أفضل الممارسات الدولية المعززة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة علاوة على ريادة الدولة المصرية عالميا لتوطين النهج المكاني لأهداف التنمية المستدامة من خلال تلك المبادرة التي تحقق سبعة أهداف مجتمعة من أهداف التنمية المستدامة الحضور الكريم وفي سياق تطلعنا إلى المستقبل عملت الحكومة المصرية على سياغة أولوياتها وتوجهاتها المستراتيجية خلال الفترة ما بين عشرين وعشرين إلى عشرين ثلاثين والتي تستهدف من خلالها تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو خمسين في المائة والتركيز على وطيرة نمو اقتصادي داعم للتشغيل لتوفير ما يتراوح ما بين سبعة إلى تمانية مليون فرصة عمل خلال تلك الفترة كما تضع الدولة المصرية نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو خاصة في مجالات البنية الأساسية مما تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتي أثمرت هذه الجهود عن تقدم مصر